الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الكلية أو النظرية الاقتصادية الكلية ما تسمى بقوانين كالدر أو كالدر لوز كالدر لوز وهي من القوانين المهمة جدا في النظرية الكلية أرجو أن يكون فيها الفائد العظم الكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ هذه القوانين ذكرتها أنا تحت عنوانين العنوان الأول هي من فحوى الاقتصاد أو الفكر الاقتصادي لأنها الآن أصبحت من التاريخ وبالتالي لا بد من تصنيفها تحت عنوان تاريخ الفكر الاقتصادي أو هسترابيكنامك ثوث أما العنوان الأهم وهو تحت ما يسمى مضلة النظرية الكلية أو ماكرو ايكناميكس ديوري هذه القوانين هي مجموعة من ثلاثة القوانين لاحظوا لي هذه القوانين متداخلة المعنى والتأثير صاغها عالم اقتصاد البريطاني نيكولاس كالدور أو نيكولاس كالدور أعلنها في محاضرة أكاديمية في كوليت كينغز بكيمبرج سنة 1966 على النحو الآتي لكن قبل أن أذكرها أذكر بأنها ترتبط الطباط بطيق بين النمو والإنتاج في قطاع معين بالاقتصاد والاقتصاد كله أو الإنتاج الكلي وندكرها على النحو التالي الآن أول قانون يقول هذا القانون هناك علاقة أذكرها وميزها بالأحمر علاقة موجبة قوية بين النمو كمية التصنيع الآن كمية الإنتاج في قطاع التصنيع والإنتاج الكلي إذن هناك علاقة قوية بين كمية الإنتاج manufacturing industry والآن تؤدي إلى زيادة aggregate output aggregate Q أرجو الانتباه لها أنه مهم جدا الآن وأعيدها باللغة العربية أن هناك علاقة موجبة قوية بين النمو كمية التصنيع كمية الإنتاج في قطاع التصنيع والإنتاج الكل في الاقتصاد بصرف النظر عن أي قطاع نتحدث عنه أول سأذكرها باللغة الإنجليزية هنا strong positive relation between growth of manufacturing output and the growth of total output إذن هذا هو القانون الأول إذا يعني بأخذ نصف دقيقة هنا للشرح لأن يجب علينا أن نميز بين قطاع التصنيع قطاع التصنيع والصناعة بشكل عام هنا الصناعة لنفترض أنه نحن نصنع اللي هي أسلاك النحاس ننصنع علب البلاستيك ننصنع نحن الآن كوابل اللي هي أسلاك لنفرض أن نصنع مثلا الطحين لكن التصنيع الآن هنا نصنعه أما التصنيع لنميزه هنا التصنيع فهو استخدام الـ input اللي هو المواد الخام لكن التي تدخل في صناعة سلعة أكبر في تصنيع شيئ ما فالأسلاك النحاس الدهم البلاستيك أحتاجه على المثال في تصنيع كمبيوترات أو الحواسيب الخبز أحتاج الطحين إلى تصنيع اللي هو جعله خبز وهكذا وبالتالي القانون الأول كما هو مذكور هنا يقول بأن هناك علاقة موجبة بين كمية التصنيع كمية التصنيع أو كمية الإنتاج في القطاع الصناعي والإنتاج الكل على مستوى الإقتصاد الكلي برمته هذا هو القانون الأول القانون الثاني يلعب النمو في كمية التصنيع الآن النمو في كمية الإنتاج في القطاع التصنيع دوراً قوياً في نمو إنتاجية هذا القطاع نفسه إذن كلما زادت الآن كمية الإنتاج في قطاع التصنيع زادت إنتاجية هذا القطاع اللي هو إنتاجية التصنيع باللغة الإنسانية نسميها growth of manufacturing output is a powerful cause of the growth of the productivity of manufacturing industry هذه مهمة جدا يتعرف عليها أحبت الطلبة خاصة والمتابعين طبعا طلبة الدراسات العليا والباحثين فإذن القانون الأول بأن هناك علاقة موجبة قوية بين نمو كمية التصنيع والإنتاج الكل أما القانون الثاني يقول أن نمو في كمية التصنيع لها دور قوي في نمو إنتاج التصنيع القانون الثالث والأخير هو على النحو التالي هناك علاقة موجبة علاقة موجبة بين المعدل المتسارع اللي هو يعني accelerated growth بكمية التصنيع كل ما الآن زالت كمية التصنيع وتسارعت هذه الكمية فلاحظ كالدور بأن هناك حركة أو حراكية موبيلتي يعني حراكية وحركة حركة العمال من الصناعات العادية إلى اللي هي من غير من القطاع غير تصنيعيها إلى قطاع التصنيع أو فاستر rate of growth of manufacturing output is positively related to the rate of industrial labor mobility from non-manufacturing to manufacturing industry إذن الآن إذا كان في عندي هنا الصناعات العالية التي ذكرتها قبل قليل وهنا الآن التصنيع التصنيع الآن يحدث الآن انتقال من الصناعات نحو التصنيع الانتقال طبعا بالعمالة وبالتالي كلما زالت كمية التصنيع وتسارعت كمية الانتاج ونمو الآن تحت تحراكية سريعة وانتقال العمالة من قطاع الصناعات العادية إلى قطاع التصنيع آخر شيء سأذكره هو هذا الشكل القانون الأول هو نمو التصنيع يؤدي إلى نمو كمية الانتاج الكل هنا Aggregate Output والقانون الثاني بقول نمو كمية التصنيع تؤدي إلى زيادة في نمو انتاجية التصنيع والقانون الثاني والأخير معدل متسارع في نمو كمية التصنيع تؤدي إلى سرعة حركة العمالة الصناعية من غير التصنيع إلى التصنيع أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع أرجو أن يكون قد قدم الفائدة العلمة لكم أحبت الطلبة ومتابعين وإلى لقاء آخر بإذن الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر